اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات جود فود ايجي النعارضة معانا مفاجأة مشروب عجيب جدا الناس مش واخدة بالها منه المشروب ده يفوق الشاي الاخضر من ناحية الفوايد 3 اضعاف فهو مضاد للاكسادة اكتر من الشاي الاخضر 3 اضعاف يعني لو الشاي الاخضر بيخسسك في السنة لو شربت كل يوم 3 كبات لو بيخسسك في السنة 10 كيلو ده يخسسك ان شاء الله 20 كيلو المشروب ده بيحارب اسكولسترول الضار في الجسم ويحارب السرطان ويحارب جميع الالتهابات ويحارب مرض النسيان والزهايمر المشروب ده يعني بيعزز عملية الهضم بينظم السكر بينظم الضغط بيمنع حدوث اي التهابات في العضاء التناسلية بيخسس بطريقة رهيبة المشروب ده المفروض دلوقتي ان احنا دخلنا في الموسم بتاعه يعني احنا دلوقتي من شهر تسعة لحد شهر واحد الفاكهة دي هتفضل موجودة معنا ان شاء الله لازم نستغلها كويس وممكن نخزنها في الفليزر كمان عشان نستغلها طول الساعة وهتلاحظوا نتائج فضيعة عليها المشروب ده المفروض ينديه للاطفال يعني ده كاترة الاطفال بينصاح ابوه يقول لك كل كباية عصير منه زي كأنك ديت للطفال كباية دم فيها نسبة حديد وفوليك اسد وفيتامين سي رهيبة جدا يعني يعتبر الفيتامين سي اللي موجودة فيه 40% من احتياجاتك اليومية مشروب عجيب جدا 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 المشروب ده معنا هو ربنا ذكره في القرآن هو مشروب الرمان احنا هنعمل الرمان عصير عصير الرمان زي ما قلت لكم فيه الفوائد العظيمة اللي انا ذكرتها لكم من شوية انا طبعا حطه في طبق زي عامل زي القلب هو فعلا لانه هو صديقي القلب لانه اصلا بينظم ضربات القلب وبينظم كهربة القلب واي امرات خاصة بالقلب باذن الله بيعالجها احنا الوقت طريقة عصير الرمان سهلة جدا ان احنا بنفرط الرمان ونحطه في الخلاط زي ما احنا شايفين يعني دولها بمسلا هم منتين هنحط عليهم ربع كوباية بمية صغيرة على اساس يماشي الخلاط من غير سكر من غير اي حاجة ده للفايدة ونضربه في الخلاط وبعد كده هنصفيه اه في كوباية احنا شايفين احنا بننزل المية واحدة واحدة دلوقتي ايه اه صفينا العصير في الكوباية زي ما احنا شايفين والفا هنا وشفا ويا رب اكون افدتكم وشكرا جزيلا